تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بافتتاح توسعة مطار البحرين الدولي في الربع الأول من عام 2020 دشن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين فعالية تسجيل المتطوعين بغية تسجيل مشاركة 14 ألف متطوع من الجمهور في تجارب الجاهزية التشغيلية بمبنى المسافرين الجديد بما يدعم خطة التنمية المتواصلة لقطاع طيران في المملكة واتفق مع برنامج الحكومة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وقد أقيمت فعالية إطلاق العرض المتجول لتسجيل المتطوعين في مجمع السيف بحضور ممثلين من وزارة الداخلية وشؤون الطيران المدني وشركة مطار البحرين وشركة طيران الخليج وشركة خدمات مطار البحرين ومجموعة من الجمهور وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الموصلات والاتصالات أن اختبار جميع النظم والمرافق المتطورة في مبنى المسافرين الجديد سيساهم في تحديد أي مجالات تحتاج إلى تحسين قبل تجشينه وضمن فعاليات العرض المتجول التي تستمر حتى الرابع والعشرين من نوفمبر القادم ستقام منصات خاصة في العديد من المواقع الرئيسية في المملكة بما في ذلك مطار البحرين الدولي ومجمعات التسوق والجامعات هذا ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الانترنت من خلال الرابط أو الاتصال من خلال الرقم الظاهر أسفل الشاشة نحن سعيدين نقطع خطوة ثانية في إن شاء الله اختتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي اليوم عندنا حملة عشاس أن نشجع البحرين والمقيمين إنهم يشاركون في عمليات تجربية اللي فتاح مبنى المسافرين الجديد فعندنا دائما سلوغن نقوله أورتس كلمة طويلة ولكن فيه كول سنسر وفيه إيميل بحيث أن نشجع البحرين والمقيمين إنهم يشاركون كمسافرين حقيقيين عشاس التجارب اللي بصير إن شاء الله خلال الأشهر القادمة طبعاً نحن مهم عندنا أن الجميع في البحرين يشارك تحتاج عدد يعني تقريباً عشر إلى خمس عشر ألف مشارك لكن الأهم من ذلك أنهم يحسون المطار مطارهم وأنهم قاموا بدور في تجهيز المطار وتشغيله فإحنا إن شاء الله نشكرهم مقدماً على مشاركاتهم وإن شاء الله مثل ما قلنا تيم بحرين كنانا مع بعض نحاقق طموحات أمليكة البحرين في ظل إن شاء الله الانجازات اللي تصير في البحرين خلال السنوات اللي راحت وإن شاء الله النجازات اللي أيضاً بتصير في الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر